بسم الله الرحمن الرحيم يتحدث عن الخطبة على الأرض والمينبر والبعير والناء يتحدث عن الخطبة قَالَ جَابِرَ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ جَابِرَ سَا دُوِيْتَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمَا قَيْمَرَ وَرَنْهُ إِذَا خُتَبَ إِحْمَرَطْعِنَا خُتْبَتْ دِعْزَامَنْ شُعْ وَرَنْهُ إِذَا بَعْرِكْشْتِي لُورَنْسُ وَيَوْشْتَدَّ دَغَدُ بُهُ وَيُغِزُلُوا سَوْيَوْلَرْ جَاĞْلُوَرْتُونُ حَتَّى كَانَّهُ مُنْذِرُ جَيشْءِ وَلُشْسَنَّ قَعْبُاقْشَا لَرْدِعْشَشِي قَامَاتِ إِلَةْ كَهْتِ لِا إِسْكَرَخْ سَا مُوَسْتَغْتِ إِلَةَ تِيووشْ مُوَسْتَغَخْ خَأَنْ بیشُولْتَكْسَنَّ كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتاً لا يخطب خطبتاً إلا إفتتحا بحمد الله إشت خطبتاً دع دوليش مواثر إذا اللهم خاستاً بني بي اللهم خاستاً برط بي كان صلى الله عليه وسلم يخطب في كل وقت بما تقضيه حاجة المخاطبين ومصلحاتهم إشت ماسو جوال خطبت دورت خطبت دا حشت دول زامن شوح إتش ناخنا حشت دول زامن شوح تان مصلحات دول شوح لح خطبت دا حشت دورت صلى الله عليه وسلم